اشتركوا في القناة المساء رح ينتقل لبرج الميزان وفي فترة خلو مصار برضو في عنا حدث اللي هو بعد خلو المصار ما ينتهي عنا انتقال عطارد اللي رح ينتقل من الاسد لبرج العذراء اللي هو يعتبر بيته او يعتبر بيت قوته فعشان هيك رح نحكي في شوية تفاصيل طبعا بالنسبة للقمر الان هو موجود في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج رح يمكت القمر فيها طبعا فقط لا ساعات بسيطة من مساء هذه الليلة من موعد بث الحلقة لغاية الساعة تسعة واثنين وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء الليلة الثلاثاء لا ينتقل القمر بعديها لمنزلة السماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح طبعا القمر بما انه موجود بالعذراء اغلب اليوم فبضل فيه تأثيرات مستمرة معنا لغاية ساعات ما بعد العصر او للمغرب تقريبا انه بنضل بطبيعتنا الجادة بننتبه اكتر لصحتنا بممارسة تمرين رياضية او البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك شاردة ولا واردة دون تفحصها بنجد انه عنصر التنظيم يعني بيلعب دور مهم في هذا اليوم بنشعر انه الناس شحيحون في عطائهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد انفسنا او نتوهم بعض الامراض او يكون عنا شوية وسواس فحاولوا قدر الامكان انه تنتبهوا لانه ما لها اي وجود هي مجرد وساوس هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين او شرب الكحول او المهدئات بوسع نقتناء حيوان اليف او مطالع بكتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا اول زاوية رح تتشكل هي زاوية تقابل سلبية بطيئة بين عطارد وبين المشتري وهاي زاوية رح تكون في تمام الساعة وحدة وتسعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي شوي الها تأثير بالقلق النفسي بيزيد هيك عنا نوع من انواع الاخطاء باحكامنا لما بننحكم على شيء معين او على اشخاص يعني بصير في بعض الخطأ باحكامنا ممكن برضو في هاي الفترة نفشي بعض الاسرار وهاي بتعرض بعض الاشخاص للعدالة او للمسائل القانونية اهم اشي انه بالفترة هاي اللي بيشتغلوا في المضاربات المالية او الاسواق المالية يصبروا بس ثلاث ايام او اربع ايام لانه هاي الزاوية شوي بتخلي الواحد ما يدرس بشكل صحيح او يتسرع بقراراته فممكن تسبب له بعض الخسارات فعشان هيك بتكون تنتبهوا خلال الايام القادمة او اليوم هاد انه ما في داعي للمضاربات المالية بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل رح تكون سلبية بين القمر وبين نبتون وهاي رح تكون في تمام الساعة سبعة وخمستاشر دقيقة صباحا بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا للعيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية اقتران ايجابية رح تكون بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة عشرة وخمستاشر دقيقة صباحا بتأجج العاطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي بننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعة للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاءهم وابداعهم اما بالنسبة لاخر زاوية اللي هي ما قبل خلو المسار هي زاوية تثليث ايجابية رح تكون بين القمر وبين بلوتو وهي رح تكون في تمام الساعة 11 و 21 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج وبتعطي تأثيرات انه بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وافكارنا وبنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني الساعة 11 و 21 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيج بيبدأ خلو المسار وبيستمر حتى تمام الساعة 8 و 7 دقائق مساء هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار يعني اذا انت بدأت بعمل قبل خلو المسار وصار خلو المسار كمل لانه بكون هذا خلو المسار ما له تأثير عليك يعني بمعنى اخر هي الفترة اللي بتصير في خلو المسار هي كعقد النية او البدء بعمل شيء في هاي الفترة هو الشيء الضار ولكن اذا انت مثلا بدك تسافر وحاجز قبل بيوم او يومين وقرارت السفر على الموضوع هذا واجت فترة سفرك في خلو المسار فالضرر بكون ضعيف اذا انت بتعمل في شيء او مبدأ بادئ بعمل معين واجت فترة خلو المسار برضو نفس الشيء كمل ما بتأثر ولكن في فترة خلو المسار انك انت تقرر على انك بدك تبدأ شيء وتبدأ تعمل فيه فهاي فترة بنعتبرها احنا سلبية طبعا القمر زي ما حكينا انه عند الانتهاء الساعة ثمانية وسبع دقائق بيكون انتقل واستقر في برج الميزان طبعا تأثيره لما بنتقل وبيصير في الميزان بتصير هاي الفترة افضل عاطفيا لتعزيز اوصار علاقة عاطفية مع الحبيب او تحسين علاقة زوجية نالها بعض التوتر في الفترة الماضية منكون اجتماعيين اكثر ومن ميل للاسترخاء بيجد الغرام متنفس لدى العشاق ولكن ممكن تلعب الغيري دور في علاقة لسه ما استقرت بالشكل الكامل هاي الفترة ممكن ننجح باعمال فنية بوسعنا القيام بمشروع مشترك يمكننا ايضا اقامة حفلة او اعاد تزيين البيت او المكتب يعني عمل ديكور معين واقتناء حاجيات جميلة بعد ما ينتهي خلو المسار بيبدأ عنا اللي هو انتقال عطارد اللي رح ينتقل من برج الاسد للعدراء طبعا انتقاله هذا رح يكون الساعة التسعة وستة وخمسين دقيقة مساءا منلاحظ انه بالفترة هاي انه عطارد لما بنتقل من الاسد اللي شوي كان ضعيف بوجوده بالاسد رح يدخل بقوة وتأثيراته رح تكون قوية لانه الكوكب الاساسي المؤثر على العدراء هو عطارد فعشان هيك رح يكون قوي جدا اثناء مكتب في العدراء رح يظل هذا الكوكب عطارد في برج العدراء لغاية يوم ثلاثين ثمانية بيشعروا موليد برج العدراء برغبة في الدراسة المطالعة القدرة على الاقناع او اقناع الاخرين بوجهة نظرهم بتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات والرغبة بالسفر او الرحلات واللي بيشتغلوا في مجالات اللي لها علاقة بالسيلز مثلا اللي هو التسويق رح يبدعوا بشكل كبير بيستفيد معهم برضو موليد الابراج الترابيه الاخرى مثل الثور الجدي المائيك السرطان والعقرب والحوت وكل شخص برضو تواجد عنده في ساعة ولادته كوكب عطارد في العدراء برضو بيستفيدوا بشكل كبير كل شخص طبعا تواجد عنده عطارد في ساعة يعني في لحظة ميلاده في برج العدراء هذولا الاشخاص طبيعتهم اساسا بتكون افكارهم دقيقة ودائما بتكون في صلب الموضوع يعني مستحيل انه هو يتسرع بافكاره ولكن او انه يخطأ او انه يجاملك لا بالعكس بيكون دقيق جدا طبعا بالنسبة لباقي الابراج كل برج له تأثير معين من هذا الانتقال على حسب مكان البرج هذل فخلينا نشوف احنا الابراج وايش رح تتأثر من هذا الانتقال برج الحمل بتفيدهم افكارهم عادة مع زملائهم في العمل والعمل الجديد وعلاقاتهم مع بعض الناس اللي بتشتغل معاهم او بيشتروا منهم يعني هو نوع عملي اكثر بصيروا او عمليين اكثر وبرضو بعض الاشخاص بنشطوا لايجاد بعض العلاجات الطبية لالهم برج الثور طبعا بتتركز الامور كلها على النشاطات الادبية كيف يحثوا اولادهم على الدراسة عملية ارشاد الابناء عملية التواصل واقناع الاحباب وجهة نظرهم طريقة التواصل بينهم وبين حبايبهم هاي اللي بتتركز عليهم بالفترة هاي اما بالنسبة للجوزاء بتنصب افكارهم حول شؤون عقارية وبيتية وعائلية وممكن انه بعضهم ينقل او يرحل من بيت لبيت او يستأجر بيت جديد او يشتري بيت او يفكر انه يجدد ديكور معين او اثاث معين للمنزل وخاصة الامور اللي لها علاقة بالالكترونيات اما بالنسبة للسرطان فهي بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة واختيار دراستهم بالمطالعة بممارسة هواية وبعض موليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة او اجهزة الكترونية او كمبيوترات او تليفونات بالفترة هاي برج الاسد بتنصب افكارهم حول افضل السبل لكسب المال بيقدروا انهم يفكروا ويحسنوا من طريقة عملهم او طريقة افكارهم او تجيهم افكار معينة ممكن تساعدهم في كسب بعض الامور المالية العدراء بيشعروا بقوة الفكر والادراك والقدرة على اقناع الغير بآراءهم اما بالنسبة للنشاط اللي هو بخص موليد برج العدراء رح يكون هو بالدراسة والمطالعة اكثر والسفر والاتصالات زي ما حكينا اما بالنسبة لموليد برج الميزان تبدأ اهتماماتهم اكثر في الامور الغيبية والغيبيات والمواضيع القديمة او بحث في مواضيع بتتعلق في هذا المجال العقرب بميلوا لا تبادل الاراء والافكار مع الاصدقاء وبنشطوا بالمناسبات الاجتماعية او ممكن يرجع يظهر في حياتهم بعض الاشخاص القدامة اللي كانوا موجودين او اصدقاء قدامة يظهروا على الساحة من جديد القوس افكارهم بتفيدهم في علاقاتهم مع المسؤولين في مجال العمل وبرضو بالاجتماعات والمؤتمرات والاشياء اللي ممكن انها ترفع من مستواهم الجدي بينشطوا في امور الها علاقة بالسفر البعيد والاتصالات البعيدة وبيستفيدوا الطلاب الاكاديميون اللي هم الجامعيون او اللي بدرسوا ما بعد الثانوية العامة في دراستهم برضو ممكن ينشط بعضهم في اوراق قانونية ومعاملات اقامة واشياء من هذا القبيل الدلو بتنصب افكارهم حول ضبط امورهم المالية المشتركة ممكن يسعوا لتعزيز شركاء جدد او انه يبدأوا بعمل جديد او مثلا قروض منح مساعدات مالية بالنسبة لموليد برج الحوت بتتركز كلها على الشراكة كيف يعززوا شركاتهم ان كان شركات بالعمل او شركات بالعاطف كارتباط زواج مصالحة زوجية تنقلات مشتركة بينهم وبين ازواجهم توطيد علاقتهم مع شركاء العمل بتصير برضو جائزة وفي منهم ممكن يبدو شراكة عمل جديدة اما بالنسبة للزاوية الاخيرة اللي رح تكون برضو هي زاوية من الزوايا البطيئة او هي زاوية ايجابية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين الزهرة وبين بلوتو وهاي رح تكون في تمام الساعة 10 و44 دقيقة مساء بتخلق جوعا من السعادة من الناحية العاطفية وبتتأثر العلاقات الزوجية الناجحة ايجابيا بحيث انها بتتدعم وبتتعزز اكثر واكثر بالنسبة للقمر بما انه موجود رح يكون في الميزان في ساعات المساء معناه تخلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 13 ثمانية بيبدأ في تمام الساعة 38 دقيقة مساء بتوقيت جرينج وبيستمر حتى اليوم التالي اي يوم السبت وهو مش لا يوم السبت هي اول دقيقة من يوم السبت بتوقيت جرينج الساعة 12 ودقيقة واحدة بعد منتصف الليل الجمعة على السبت لا ينتقل القمر للعقرب يعني بالنسبة لتوقيت الاردن منزيد ثلاث ساعات يعني الساعة ثلاثة ودقيقة فجرا طبعا كل واحد بيزيد عشان يعرف يديش مدة خلو المسار وامتى الانتقال اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر الهلال الهلال تقريبا هو الجديد ثلاث ايام في تمام الساعة خمسة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بيصبح اربع ايام نسبة الاضاءة بتصير خمسة عشر في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم اثنين وعشرين ثمانية اليوم منتحسي بنسبة خمس وخمسين في المية القمر في العذراء وبدو ينتقل للميزان ورح يمكث فيه لغاية او حتى يوم اربعطاش ثمانية هو سعيد اليوم بنسبة ثلاثين في المية عطارد في الاسد بدي ينتقل للعذراء ورح يمكث فيه حتى يوم ثلاثين ثمانية منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في العذراء حتى يوم ستة عشر ثمانية منتحسي بنسبة عشر في المية المريخ في العذراء حتى يوم خمسة عشر تسعة سعيد بنسبة خمسة عشر في المية المشتري في الدلو بيتراجع حتى يوم ثمنتعاش عشر منتحس بنسبة عشر في المية زحل في الدلو بيتراجع حتى يوم احداش عشر منتحس بنسبة أربعين في المية اورانوس في الثور حتى يوم عشرين ثمانية سعيد بنسبة خمسة عشر في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم واحد اتناعش منتحس بنسبة عشرة في المية وبلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم ستة عشرة منتحس بنسبة عشرة في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بيتراكم اليوم العمل اكثر من المعتاد وممكن تجدوا شوية صعوبة في انجاز كثير من اعمالكم بدكوا تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم خلال هذا اليوم وتنتبهوا برضو لأعمالكم حاولوا ايجاد الحلول وحاولوا انكم تعالجوا المسائل الطارئة وللتوصل لبعض الاتفاقات خلال هذا اليوم يعني حاول انك ما تتزمت برأيكم ما تعصب وابحث عن حليف او عن داعم وتجنب الاساءة للاصدقاء وشركائك وحاذروا من التراجع الصحي طبعا في ساعات المساء الاجواء بتصير لسه شوي فيها ضغط عليك لان القمر في مراحل مقابلتك البيت السادس والسابع والثامن هدولة معروفات انه بيسحب من الطاقة فعشان هيك هاي فترة شوي فيها نوع من انواع الصعوبة في ساعات المساء ابترغبوا في تعزيز شراكاتكم وتوطيد العلاقة ما بينك وبين شركاء المال والعاطف او الازواج ولكن ممكن تتعقد بعض الامور وتطرق بعض البلبلة حاولوا انك تعالجوا الالتباسات وسوء التفاهم بموضوعية بدون عصبية وبدون حدية يعني بدك تكون مرن برج الثورة بتظل الرغبة عندكم قوية في التقرب من احباكم وعندكم قدرة اليوم لإيجاد قاسم مشترك بجمعكم بأحباكم اليوم بتحيطك الامور هيكي بنوع من انواع الحيوية والحماسة وعندك قدرة لها انك تكمل اي مشوار بتبقى فيه وبتقدر تتابع اي مسألة ممكن تصير عندك قدرة للتواصل مع المحيط بشكل جيد جدا ممكن اعتبر هذا اليوم من الايام المميزة بالنسبة للك اللي ممكن انك انت تستغلها تشعر بنوع من انواع الطمأنينة والراحة طبعا هذا الامر رح يستمر معك لغاية ساعات المساء في ساعات المساء بدك تنتبه لانه القمر رح ينتقل ويصير في البيت السادس لا اليك فبيبدأ العمل بتراكم بتكون تنتبهوا اكثر لصحتكم ممكن يصير عندك اكثر من عمل مع بعض وما تقدر تنجزهم ممكن تصعب بعض الامور ما تقدر انك انت تكتفي بالوقت المعين لهذا فممكن تعمل وقت اضافي عشان تقدر انك تحل بعض المشاكل اهم اشي انك تدير بالك على صحتك برج الجوزة بتنشغلوا في امور الها علاقة بتنظيم اموركم البيتية والحائلية واليوم عندكم قدرة او تقدروا اليوم انك تدخلوا اي تعديل مطلوب على مسكنكم او على حل مسائل لها علاقة بالامور العقارية ممكن تشعروا ببعض الحزن او التعب او يعني تحاول انك تبحث عن مكان هيك ترتاح فيه ممكن مكان انت بتحبه بعيد عن المجتمع كامل اهم اشي انك اليوم ما تنتقد اقرب الناس لا اليك حاول انك تكون حذر من هاي النقطة ممكن يكون فيه نوع من انواع التوتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط اه وممكن انه تظهر بعض الامور الطارئة طبعا الاجواء في ساعات المساء رح تتغير اجمالا اه لانه القمر رح ينتقل وصير في البيت الخامس فبتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم والتفاهم معهم بتفيدك الاتصالات بشكل كبير وتزيد عندك اللقاءات اليوم ممكن تلطف الاجواء وتقدر انك ترجع العلاقات لطبيعتها خصوصا اللي كان فيه نوع من انواع التوتر ما بينك وبينهم في الفترة الماضية ممكن تنال اشياء ما كنت تتوقعها وتنتصر على كثير من الاعتبارات وممكن تحل مسائل كانت عالقة او مستحيلة برج السرطان طبعا بتكونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء السفر داخل المدن وحاولوا انكم ما تدخلوا في نقاشات حد اليوم لا مع اخ ولا مع جار ممكن يسجل اليوم هذا لقاء مهم او اتصال مفيد بتجري ابحاث ومفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة او ممكن تلاحق عمل ملح وضروري الفترة هاي يعني بنقدر نحكي انه انت نشط جدا فيها ولكن فترة دخلوا المسار دك تنتبه اثناء قيادة السيارة حاول برضو انك ما تتخذ قرارات هيكة متسرعة في ساعات المساء بتفضلوا التركيز حول مصالحكم البيتية والعائلية بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة وبرضو بتجنبوا توبيخ احبائكم او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية حاول انك تواجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات تحمي حقوقك لا تفرض رأيك حاول ان قدر الامكان تكون مرن بشكل كبير برج الاسد طبعا بتكون تظلوا مركزين على امور تخفيف النفقات بتكون تنتبهوا للدفعات للالتزامات معروف ان الفترة هاي فيها ضغط مالي بيكون صحيح انه في فرص لبعض المكاسب المالية ولكن دفعاتها اكثر من يعني اللي بتدفعوا اكثر من اللي بيجيك او التزامات عليك اكثر حاولوا انك تبتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية واحرصوا على مالكم من السرقة والضياع وخصوصا انه في خلو مسار اليوم ممكن تناقش موضوع مالي او اهم اشي انك ما تتسرع في الاستثمار قبل مراجعة التفاصيل شفت الزاوية اللي احنا حكينا عنها فديروا بالكم من المضاربات المالية او المغامرات المالية حاول انك زي ما حكينا ما تبذر اموالك كون متيقذ قبل التوقيع على العقود او على اوراق معينة وحاول انك تحدد اهدافك في ساعات المساء بتنشطوا في امور الحلاقة بالسفر الاتصالات ممكن يكون لكم اليوم نوع من انواع التعامل مع اخ او جار وبرضه بتكثر عندكم النشاطات على حسب حق الاقتصاصك يعني على حسب انت شو بتشتغل راح تتنقل تتصل تسوق لشيء معين راح تكون لك لقاءات عديدة بمعنى اخر باستطاعتك اليوم انك تدافع عن حقك والتعبير بوضوح وصراحة عن موقفك ولكن انتبه من عصبيتك برج العذراء بتشعر اليوم بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الامور وبتكون اليوم مميز بادائك الفترة هاي واعدة بخبر او تسوية او انطلاقة او مرحلة جديدة يعني بهاي فترة ممتازة جدا ممكن تطرح من خلالها افكارك او افكار جديدة وتجتهد في انجاح مشروع معين الحماسة عندك راح تكون مميزة وعندك وضوح في الافكار راح يكون جيد في ساعات المساء بتتركز الامور على الجانب المالي فممكن تعيدوا الضبط ميزانيتكم او تبلش ترتب لوضع مالي معين او عليك استحقاقات مالية او دفعات مالية اهم شي انك ما تتهرب من تقديم المساعدة لقريب او حبيب حاول انك برضو ما تبالغ بمصاريفك حاول تكون معتدل وموضوعي في النقاش في المساومة ممكن تهتم لأمور مالية او استشفائية خلال هذا اليوم او بعض المصاريف اللي بتتطلب منك انك تركز عليها كفحصات او علاجات بتتطلب منك دفع بعض الاموال برج الميزان طبعا ما زالت الاجواء بتتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم التعب ما زال موجود على الساحة بسيطر ممكن شوي تحسوا بالارهاق او عدم الرغبة بانجاز كتير من الامور ممكن تحدث اشياء محبطة او غير متوقعة بالنسبة للكم ممكن تفكر في الغاء كثير من الموعيد والابتعاد عن الاضواء حاول انك تحمي نفسك من المحتالين حاول انك تركز لانه اليوم رح تهدأ وتيرتك وتتراجع عندك الارباح والحيوية فترى محبطة ومخيب الامال طبعا لغاية ساعة المساء من ساعة المساء القمر رح ينتقل ويصير عندك فبيطرى تغيير للأفضل على صحتك بتستعيد حماستك وبتنهمك بادخال تعديلات او تغييرات على روتينك او على مظهرك بتقوى نسبة نجاحك وبتشتد عزيمتك وممكن تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها لصالحك برج العقرب طبعا النشاط الاجتماعي بظلم سيطر عليكم لساعات المساء ولكن بتكن تنتبهوا انه في ساعات المساء القمر رح ينتقل ويصير في بيت المتاعب له في الميزان ولكن الان رح تنشطوا اجتماعيا وتلتقوا لأصدقاء والاتصالات مناسبات منكم ممكن شارك في حفلة او مناسبة سعيدة اهم اشي حاول انك ما تكون وحيد بالفترة هاي حاول انك تختلط بالمجتمع حاول تختلط بأصدقاءك العلاقات الاجتماعية في من وراها مكاسب بالفترة هاي حاول انك تلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك اليوم تتمتع انت بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية عندك واضحة ما بيجوز انك تتجنب اتخاذ قرارات لكن مش في فترة خلو المساء في ساعات المساء بتكن تنتبهوا اكثر لصحتكم ما توقعوا على عقد ما تبدأوا عمل جديد هاي فترة بتكون فارغة من الحظ حاول انك تحلل الامور بهدوء ابتعد عن الاضواء ما تقرر على شيء عشان يعني ما تخيب آمالك حاول انك تكون حذر من البلبلة والالتباسات برج القوس طبعا القمر ما زال فيه اللي هو بيت السمعة فعشان هيك بيضل عندكم اليوم مجال انك تحافظوا على سمعتكم على انجازاتكم القائمة في مجال العمل هذا يوم مناسب للي بيبحث عن عمل حاول انك ما تجازف بسمعتك حتى يعني باستقرارك الوظيفي بعلاقتك مع رؤسائك بالعمل ما تعمل مشاكل بالعمل ما تتغيب عن العمل اتجنبوا اليوم يعني اي تصرفات ارتجالية حاول تركز بالاشي اللي انت بدك تعمله قبل ما تعمل اشي ثاني نظم اعمالك عشان تقدر تنجزها بالكامل في ساعات المساء الاجواء بتتغير لانه القمر رح يصير في برج حليف لانك فممكن تلتقوا الاصدقاء بادروا لملاقات الاخرين في منتصف الطريق برضو اليوم بيطمئن بالك لانه ممكن تجد حليف يدعم تصوراتك اهم اشي انك ما تستسلم حاول انك يعني كرروا المحاولة مرة ثانية فبتلاقي الامور يعني مشت بطريقة اسهل ان شاء الله وقدرت تحل بعض الامور الصعبة برج الجديد طبعا الاجواء ما زالت جيدة لانه القمر في البيت التاسع فعشان هيك بظل النشاط في امور العلاقة بالسفر والاتصالات هو المسيطر على الساحة ما اهم اش انك تكون اكثر وعي على الطرقات خاصة اثناء قيادة السيارة بين المدن او اذا عندك انتحانات ما تعتمدوا على الحظ وخصوصا فترة خلو المسار اليوم انت عندك اندفاع وحماسة ما رح يتركوا اجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة وبرضو طاقتك البناءة بتطمئن خواطرك وبتختفي هواجسك هاي فترة ايجابية جدا اهم اشي انك ما تضيع عليك الفرص طبعا برضو عطارد اللي بنتقل لبيتك التاسع رح يعزز هاي النقط بشكل اكبر في ساعات المساء طبعا القمر رح يصير في بيت السمعة فعشان هيك بتنجحوا بالمحافظة على سمعتكم ومصالحكم الاجتماعية ولكن ممكن تخضع على عدة تجارب مهمة اهم اشي انك ما تضعف ما تجازف بسمعتك حاول انك تقوم بواجباتك على احسن ما يمكن وقدم افضل المستطاع ان الفترة هاي بيكون فيها بعض القلق وبعض التوتر برج الدلو يعني القمر مازال موجود في البيت الثامن فعشان هيك اليوم رح تهدموا في الامور المالية المشتركة ممكن تتفحصوا حساب مشترك ممكن تنظموا دفعات او امور مالية ولكن صحتكم او صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية بالفترة هاي حاول انك تكون مرن حاول انك يعني تتنازل عن بعض الاشياء شرط شرط انك ما تفرض رأيك على الاخرين حاول انه شوي هيك بعض الانور تكون مرن فيها حاول انك تبحث عن الحلول اللي بترضي مختلف الاطراف اهم شيء انك ما تهمل ملف ولا تهمل قضية اليوم حاول تتمم كل الاشياء بوقتها بطريقة سريعة بدون تأجيل في ساعات المساء طبعا الاجواء بتصير ايجابية اكثر فممكن تنشغلوا في امور الها علاقة بسفر او اشخاص اجانب بدهم يسافروا او بدهم يرجعوا على البلد اتصالات بعيدة مع اشخاص خارج البلاد يوم مناسب لاجراء مقابلة او اجتياز امتحان بتبدأ عمل او دراسة جديدة او تفكر في هاي الامور ممكن تناقش بقوة وذكاء وتتجرأ على رفض اي شيء ما بيناسبك اهم شيء انه ما تخشى شيء ثق بنفسك اكثر هاي فترة مناسبة لها خوض تجربة جديدة وممكن يعني على جميع الاصعادة ممتازة جدا برج الحوت بتتركز جهودكم اليوم زي اليوم امس حول البحث عن قاسم مشترك بجمعكم بشركائكم يعني سواء في العمل اللي هم شركاء العمل او شركاء العاطفي اللي هم الازواج او اللي خاطبين هدولة ممكن اليوم يكون الاهتمام انها يعني تعزيز العلاقة او اتخاذ قرارات في هذا الموضوع اهم شيء انك تكونوا اكثر تفاهما لوجهة نظرهم حاول انك تنسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوءك الكامل هاي الفترة فيها نوع من انواع الضغط يعني ضغط كبير شوي الاوضاع ممكن تصعب عليك في ساعات المساء بتنهمكوا في اعادة تنظيم اموركم المالية اهم شيء انه ما تهملوا صحتكم لانه شوي الاجواء يعني بتكون هذا يعني انتقال البيت الثامن صحتكم او صحت قريب للكم هي اللي بتكون بحاجة للرعاية ولكن هاي الفترة افضل من الفترة الماضية لانه بتصبح لاجواء اكثر ايجابية وبتتجاوب معك ممكن تلاقي اعمالك صدى طيب الفترة هاي او امورك اللي انت بتسعالها اهم اشي انك ما تتكاسل حاول انك تسارع للعمل دون مماطلة ودون اعذار بالفترة القادمة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء overtook ينجمع انتبع اشهد انتبع اشهد انتبع نحنل نحنل التي للگ 되رب ótima انتبع اشهد انتبع